اهلا بكم منتظرين طبعا وكل منتظر والطلبة والمدرسين حلقة مراجعة النهاردة للمناعة اكيد حضرتك هتستوفرنا كل اجزاء المناعة طبعا الحلقات السابقة كنا بدأنا المناعة وعرفنا قد ايه جهازك المناعي جهاز بالغ الدقة وجهاز رائع ويمكن اكتر من رائع بيقدر يمكنك من وجهة كل ما هو قد تتعرض له من مخاطر بيئية سواء كان فيروسات او اي اجسام غريبة كل حاجة موجودة في بيئتك واتفقنا ان يوميا معرض جسمك للعديد من الميكروبيات ومن الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة ممكن توصلك عن اي طريق توصل عن طريق الهوى عن طريق المياه عن طريق الغزاء البيئة مليئة بيئة المخاطر لكن جهازك المناعي جهاز بالغ الدقة طبعا بيقيك من كل الكلام ده ودايما عندك خطوط دفاع وعرفنا ان انا عندي خطوط دفاع اولى او خط دفاع اول وخط دفاع تاني وخط دفاع تارت كله بيعمل في تناصف مع بعض من اجل حمايتك وحماية جسمك من اي مشاكل او مخاطر بيئية ومش بس الانسان او الكائنات الاكثر رقية نحن تعلمنا كمان ان النبات ايضا عنده جهاز مناعي رائع برضو وبالغ الدقة واحنا امنا به بدليل ان احنا بنبدأ نلجأ احيانا الى المناعة في النبات او بعض المواد الكيميائية اللي بينتجها النبات علشان نستفيد بيها وده كان تصريح واضح مننا ان احنا بنؤمن بان النبات زيه زي اي كائن راقي عنده جهاز مناعي بل بالعكس ده انا كمان بستخدمه عشان يعني على مواجهة اي مخاطر باي مش هنطول عليكم ونبدأ ندخل في اسئلتنا نجهز لكم اسئلة كتيرة على المناعة هنحاول نضم او نجمع كل جزئيات المناعة مش هنسيب اي صغرة فيها هنحاول نرملك كل الجزئيات ونبدأ في رحلتنا في بوكلتنا النهاردة بوكلت عن المناعة ونشوف الاسئلة التي تواجهنا النهاردة ايه طبعا كالمعتاد هيجينا اجيب عن الاسئلة الاتية معانا 45 سؤال فيه منهم اسئلة اختيارية وفيه اسئلة طبعا مش اختيارية او اجبارية نشوف اول سؤال بيقول لنا ايه اجيب عن احد السؤالين الف او به يبقى معاك سؤالين وهتختار بينهم اول سؤال دايما اختر الاجابة الصحيحة ومن الاسئلة السهلة يؤدي عدم تكوين الطبقة الشمعية على بشرة النبات الى يؤدي عدم تكوين الطبقة الشمعية على بشرة النبات الى يطرى الى تبخر الماء من خلال بشرة ولا باء استقرار الماء على بشرة النبات ولا جيم انبات جرسيم الفطريات ولا دال كل ما سبق استاذنا واضح ان هو الاجابة هتبقى الاخيرة لكل ما سبق لان غياب الطبقة الشمعية ادت الى انه تبخرت الماء من الخلايا اسرع وبالتالي فقط مناعة او دعامة اسف فيسولوجية بالاضافة انه كمان غياب الطبقة الشمعية ادى التراكم الماء على سطح البشرة بالاضافة ايضا لكاد فرصة لتقاصر وانتشار الجرسيم خاصة جرسيم الفطريات اذا الاجابة هي جي ولو ما وفقش الطالب في السؤال الاولاني برضو يجاوب التاني على اعتبار انه هو فرصة تانية له لو ما كانش موفق في الاولان طبعا يعني حضرتك بترشح للطالب يختاري اما الف او يختار الجزء الاولاني او السؤال التاني ولو عارف الاجابتين يجاوبهم طبعا في الوقت ده على اعتبار انه ما بيستهلكش وقت ده بيقرأ السؤال وبيجاوبه انا بستعلم اللي اختار متعدد قراءته نصف دقيقة هو اجابته في نصف دقيقة يعني مقدر له انه هو يبقاله دقيقة واحدة طبعا ما بيختلف حجم السؤال ممكن يكون كبير شوية ممكن يكون مقدمة بتاعته لكن المتوسط انه هو بيقرأ السؤال في نصف دقيقة وبيجاوبه في حوالي نصف دقيقة طبعا نشوف مهرك السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة لا تستطيع الخلايا التعرف على الانتيجينات الا بعد ارتباطها بيه يترى بعد ارتباطها بيه ألف الاجي ام ولا باق بالام اتش سي ولا جيم بسي دي ات ولا دال جميع ما سبق لا تستطيع التائية اتش تعرف على الانتيجين الا بعد ارتباطها بيه اكيد طبعا هتكون اجابة باق اللي هي الام اتش سي ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الام اتش سي ده بروتين التوافق النسيجي موجود على سطح الخلايا البلعمية هترتبط بيه انتيجينات الميكروبيت بعد انفصالها عنه او بعد تحليلها ليتم عرضها على السطح وبالتالي تقدر تتعرف عليها الخلايا التي اتش فتنشط اليتاي المناعة يبقى لازم الام اتش سي طبعا اجابتنا الصحيحة نكمل بقية اسئلتنا ونشوف السؤال رقم اتنين بيقول لنا اين؟ برضو سؤال اختياري اجيب عن احد السؤالين الف او به الف بيقول فصل تلعب الانتر فيرونات دورا هاما في مقاومة الجسم للفيروسات تلعب الانتر فيرونات دورا هاما في مقاومة الجسم للفيروسات فضل استاذنا واضح ان دور الانتر فيرونات ان هي بروتين تفرز من الخلايا المصابة لتنتقل الى الخلايا السليمة لتحساها على تكوين انزيمات مضادة لانزيمات تضاعف ونسخ المادة الوراثية للفيروس دي اقصر اجابة وافضل اجابة مختصرة والمكان يساعي ان انا جاوب بهذه الكيفية تمام السؤال به طبعا احنا اتفقنا الاختار ياما قليف ياما بي به بيقول فصر احمرار وتورم موقع حدوث الجرح في الانسان ليه بيحصل احمرار وليه بيحصل تورم في موقع حدوث الجرح طيب عايزين نعرف ليه بيحصل احمرار وليه بيحصل تورم الاحمرار النتيجة ايه في موقع الجرح توجد الخلايا السارية اللي بتفرز مادة الهيستامين او مولدات الالتهاب وهذه المادة تعمل على تمدد الاوعيات الدموية وبالتالي اندفاع الدم في مكان الجرح أو هيحصل اندفاع للدم وطبعاً ده بيسبب بالإحمرار وطبعاً برضو الهيستامين بتعمل على زيادة نفاذية الأخشية للأوعية الدموية فبتكون أكثر نفاذية لبعض السوائل من الدم إلى الأنسجة هتسبب طبعاً التورم يبقى عرفة للإحمرار وللتورم ومن ضمن المواد برضو اللي بتخرج أو اللي بتحصل نتيجة النفاذية أو خروجها من الوعاء الدموي بعض المواد القاتلة للميكروبات والفيروسات وبعد أنواع الخلايا زي الخلايا البلعمية وزي الخلايا وحدة النواة وزي الخلايا المتعددة الأنوية أو المتعددة يبقى عرفة ليه حصل إحمرار وليه حصل التورم بسطالب حتى لو ما ذكرش الجزء الأخير من الإجابة مش مطالب بها اللي هي خروج المواد المذيبة للخاطلة والخلايا لأن دي ليست لا علاقة لا بالإحمرار ولا بالتورم هو الإحمرار بس اندفاع الدم وتورم التورم اللي خرجت من الأنسجة نعلموا الإجابة اللي هي البسيطة هنيجي للسؤال رقم 3 سؤال اختياري برضو أجب على أحد السؤالين ألف أو ب سؤال ألف بيقول ماذا يحدث في حالة غياب الأنتجينات من أغشية بعض الميكروبات غياب الأنتجينات من أغشية بعض الميكروبات غياب الأنتجينات يترتب عليها لا تستطيع الخلايا المناعية المتخصصة أن تتعرف على هذه الميكروبات وبالتالي لا تستطيع القضاء عليه السؤال بيه هتختاري ألف يا بيه بيقول ماذا يحدث في حالة ارتباط الأجسام المضادة مع أغلفة الخلايا المصابة بالفيروسات اللي يحصل لما ترتبط الأجسام المضادة مع أغشية الخلايا المصابة طبعا عند ارتباط الجسم المضاد مع أغشية الخلايا المصابة ده بيمنع انفجار الأغشية دي أو انفجار الخلايا وبالتالي بيمنع انتشار الماكروبات من الأنسجة المصابة إلى الأنسجة السريمة اللي احنا سمناها عملية التحييد أو التعادل ارتباطها هيمنع انفجار الخلية دي وبالتالي عدم انتشار المادة الوراسية أو الفيروسات من خلال المصابة إلى الخلايا السريمة المجاورة نكمل بيت أسئلتنا وصلنا للسؤال الرقم 4 وده سؤال مصطلح بيقول اكتب المصطلح العلمي مجموعة من الحواجز الطبيعية بالجسم تمنع الكئنات الممرضة من دخول الجسم مجموعة من الحواجز الطبيعية دي تمثل خط الدفاع الأول يبقى لو انا قلت مجموعة من الحواجز تمنع اختراق الميكروب للجسم أو دخوله إلى الجسم ده بتسمى خط الدفاع الأول السؤال الثاني رقم 5 بيقول ما المقصود بالتيلوزات ما المقصود بالتيلوزات التيلوزات طبعا خدناها في المناعة في النبات دي عبارة عن نموات زائدة بتنتج نتيجة تمدد الخلايا البرانشيمية المجاورة لكسابات الخشب فتسد النسيج الوعائي فتمنع انتشار الميكروبات من الأنسيجة المصابة إلى الأنسيجة السليمة مهم أولا أن أقول تمنع الانتشار يبقى دي معنى التيلوزات وميكمل بقية أسئلتنا وصلنا لسؤال رقم 6 اللي بيقول علم الخلايا اللينفوية البائية عالية التخصص الخلايا اللينفوية البائية عالية التخصص ليه الخلايا اللينفوية البائية عالية التخصص لأن كل مجموعة من الخلايا البائية تتعرف على نوع معين من الأنتجينات وتنتج له نوعا خاصا من الأجسام المضادة لإجابة مرة تانية لأن كل مجموعة من الخلايا البائية لا تتعرف إلا على نوعا معين من الأنتجين بتاع الميكروب وتنتج له نوعا خاصا من الأجسام المضاب وده يرجع لوجود المستقبلات على الخلايا البائية وصلنا للسؤال الرقم 7 والسؤال ده وارد أن نحن يجي رسمها ويسألني عليها السؤال ده بيقول ما اسم الخلايا طبعا واضح أن معي رسمة هي وبيقول لي ما اسم الخلايا رقم 3 ورقم 6 طب نلاحظ مع بعض رسمة كده الأول نحاول نترجم الرسمة دي عبارة عن إيه بيقول لي ما اسم الخلايا رقم 3 ورقم 6 نشوف رقم 3 فين طبعا مكتوب عليها CD4 يبقى أكيد رقم 3 هتكون الخلايا TH طيب رقم 6 هتكون إيه رقم 6 هتكون الخلايا البلعمية رقم 7 أو السؤال به أسفة بيقول ما اسم المواد التي تفرزها الخلايا رقم 2 ورقم 4 طب نرجع تاني الرقم 2 رقم 2 دي الخلايا TH طب إيه المادة اللي بتفرزها ومش طالب اسمها وعايز اسم المادة هتفرز الانتر ليو قينات يبقى المادة اللي بتفرزها الخلايا 2 الانتر ليو قينات عشان تنشط الTH الأخرى طب ورقم 4 بتفرز إيه لو لاحظنا رقم 4 في قدامها بتنتج لي 5 لأجسام المضادة يبقى أكيد أنا فهمت أن الأربعة دي عبارة عن الخلايا اللينفوية الباقية البلازمية يبقى أكيد بتفرز طبعا الأجسام المضادة احنا بنحاول نشرح السؤال لكن هو عايز اسم المادة بس هتفرز إيه الأجسام المضادة ننتقل لسؤال تاني سؤال مقارنة بيقول قارن بين المتممات والكيمو قينات من حيث الأهمية المناعية المتممات والكيمو قينات أهمية مناعية الأهمية المناعية للمتممات هي مواد محللة بتعمل في وجود الأجسام المضادة تعمل على تحليل الميكروب المرتبط بالجسم المضاد بالإضافة أنها تشارك أيضا المتممات في طرق أو طريقة من طرق عمل أجسام المضادة وهي الطال مفعول السم لأنها تتفاعل مع الأجسام المضادة المرتبطة أو تتفاعل مع جزيئات السموم مرتبطة بالأجسام المضادة وتحولها إلى مواد غير سمة أو أقل سمي يبقى المتممات مواد محللة في البداية وهي لا تعمل إلا في وجود الأجسام المضادة وتعمل على تحليل الميكروبات المرتبطة بالجسم المضادة في عملية تسمى التحلل أو إبطال مفعول السم كان فيه كمان الكيموكاينات الكيموكاينات هي مواد تجذب الخلال بلعمية الكبيرة نحو موقع الإصابة وكإضافة للطالب مش هحطها في المكان دوات لكن يبقى عارف كمان أن السيتوكاينات هي برضو مواد تعمل على جزب الخلال بالعمية الكبيرة نحو موقع الإصابة لكن هو مطلوب فقط الكيموكاينات لكن هو نفس التعريف نجي للسؤال رقم 6 وده سؤال رسم بيقول وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات قطاع في العقدة اللمفوية قطاع في العقدة اللمفوية أستاذنا أستاذ حسن يرسم لنا قطاع في العقدة اللمفوية أولا بعمل رسمة مبسطة كده إن أنا ببتجي أحط شكل للعقدة بأي شكل بسيط أو كده عاود نفسك ونت بترسم بألم رصاص وما تحاولش تضغط على الألم قوي عشان لو حبيت تمسح ما يسبب لكش أي مشكلة كمان لما أجي أرسم الجزء اللي جوة أرسم له حواجز كده وبعدين أكمل وبعدين أعمل حاجز تاني وكأنك بتشبه رسمة الميتو كنديريا لكن دي طبعا عقدة اللمفوية يبقى مجموعة حواجز كده وكل حاجز بيحصر فيما بينه جزء بنسميه جيب يبقى ده الجيب ودي الحواجز بحيث أننا لازم أرسم وعاء دموي بيتفرع جوه وهمثله بشريان ولازم أرسم وعاء دموي آخر أمثله بوريد يبقى هنا عندي شريان وعندي وريد دي الأوعية الدموية المتصلة بالعقدة بعد كده الأوعية اللمفوية اللي بتدخل وبتخرج جوه الخلايا عندي وعاء بيكون صادر بهذا الشكل وفيه سمام يسمح بخروج اللمف من هذا الوعاء لكن عندي مجموعة تانية من الأوعية الواردة والصمام يسمح بدخول اللمف ويمنع الخروج أقرر الوعاء ده أكتر من مرة يعني في كده في عدة أوعية وردة ده معناه إن في عدة أوعية وردة وردة تورد اللم مهم إن أنا أرسم الأسهم يا جماعة عشان الأسهم إيه اللي بتحدد الحركة أكمل بقى على المحفظة بهذا الشكل اللي هو الغشاء الخارجي بتاعها وأسمي دي محفظة وغشاءها الداخلي هو اللي بيحتوي على الحواجز اللي أنا بقول عليه يبقى أنا رسمت دلوقتي غشاء خارجي وغشاء داخلي وحددت الحواجز بتخرج منين كمان حاجة تانية برسم بقى أي مجموعة من الخلايا المتنوعة في الشكل طبعا بستخدم لون واحد اللي هو الألم الرصاص بتاعي لكن ما فيش مانع إن أنا أرسم مجموعة خلايا جنب الجدار بتاع المحفظة ده كده أو البروز ده دي مجموعة من الخلايا والخلايا دي مش هي بس اللي موجودة لوحدها لا ده فيه مجموعات تانية من الخلايا لأن اتفاهم أن الخلايا البلعامية الكبيرة أو آسف أنواع الخلايا الدم موجودة في العقد اللينفوية دي مجموعة أخرى من الخلايا في درجة ونص خسرها طب على الأقل أكون كاتب ثلاث بيانات سليمة يفضل أننا نكتب جميع البيانات على شال لو تضمن بيان منهم خطأ والباية كله صح معاقب شعرهم من يكون فيه على الأقل من ثلاث إلى أربع بيانات سليمة فأنا أكتب على ده وعاء لنفاوي صادر دي بيان أختار واحد من الاتنين دول وقول عليهم وعاء لنفاوي وارد تمام لكن ده ممكن أسميه حاجز والفراغ ده ممكن أسميه جيد ما هي عبارة عن حواجز وليور طيب الوعاء ده نفس الكلام وعاء لنفاوي وارد فمش أقرر دي واللي جنبها أوعية دموي دموي لازم أشاور على الخلايا دي وقول عليها خلايا يبقى لنفاوي خلايا لنفاوي هل هي لنفاوية فقط لا هي فيها خلايا بلعمية كبيرة بالإضافة أن فيها خلايا الدم البيضاء الأخرى عشان كده ممكن أشيل كلمة خلايا لنفاوية وممكن أقول عليها خلايا مناعية وممكن أشيل اللنفاوي لماذا؟ لأن اللنفاوي تقول نوع واحد بس الموجود المالباقية والتائية والقاتلة الطبيعية ثلاثة أن العقدة اللنفاوية لا عقدة اللنفاوية دماء فيها كل أنواع خلايا الدم فيها خلايا الدم البيضاء اللي هي القاعدية والحمودية والمتعدلة فيها كمان خلايا وحيدة النواة فيها خلايا بالعمية كبيرة وفيها خلايا اللنفاوية الباقية والتائية والقاتلة الطبيعية عشان كده من أهم الأعضاء اللنفاوية في جسم الإنسان العقد اللنفاوية لوجود كل أنواع خلايا الدم البيضاء في العقد اللنفاوية فليها يعني مش مطلوب من أن نقول الكلام دوت لكن هنقول عشان مهم جدا لازم نركز على أنها لها وظيفتين وأنا بذكرها نازم قول لها وظيفتين إحنا اتفعنا أن فيه تخزين إذن هذه العقد اللنفاوية ليست عضو إنتاج ولا بيتم فيها نضج ولا بيتم فيها تمايز ولكن بيتم فيها تخزين تخزين كل أنواع الخلايا الدم لكن النقطة التامية في الوظيفة إنها لما بيمر عليها سائل اللنف بتعمل على تنقية اللنف من الشوائب والمواد الغريبة والميكروبات والأنتجينات وتقضي عليها في العقد اللنفاوية بحيث لو اللنف داخل أو الأجسام الغريبة لما يخرج من الوعاء الصادر يكون أكثر تنقية مما كان عليه ودي هدف من عقد اللنفاوية والضمان أن اللنف يتم تنقيةه بشكل أفضل يمر على أكثر من عقد اللنفاوية لكن هو قصرة العقد مش الهدف الأساسي فيها دقة التنقية لكن قصرة العقد هي إيجاد مساحة كبيرة لتخزين أكبر عدد من الخلايا هي مخزن أكبر من أنها تكون عاملة التنقية نجي للسؤال نكمل بقية أسئلتنا ونيجي للسؤال رقم 10 وبيقول أجيب عن أحد السؤالين يبقى معي السؤالين ألف أو به وهاختار واحد من الاثنين ألف بيقول السؤال ده مصطلح مقدرة الجسم على مقاومة مسببات المرض والأجسام الغريبة والقضاء عليها مقدرة الجسم على مقاومة مسببات المرض والأجسام الغريبة والقضاء عليها يبقى دي طبعا من خلال المناعة أو دي المناعة طيب به بيقول مصطلح حواجز طبيعية تمنع المسببات المرضية من الدخول إلى النبات وانتشاره بداخلها حواجز طبيعية تمنع المسببات المرضية من الدخول إلى النبات وانتشاره بداخلها دي هتكون؟ أكيد هي دي المناعة التركبية بالنسبة للنبات لأنها دي الحواجز الطبيعية اللي موجودة عنده اللي سواء بتتكون قبل الإصابة موجودة عنده من الأول يعني أو تكونت عند التعرض للإصابة سؤال 11 بيقول علل الجدار الخلوي في النبات والجلد في الإنسان من وسائل خط الدفاع الأول الجدار الخلوي والجلد من وسائل خط الدفاع الأول طيب تعال نشوف الجدار الخلوي الجدار الخلوي يتركب من مادة السيرولوس ده تركيب أساسي ويترصب عليها مادة الليجنين تصبح أكثر صلابة ما يمينيش هنا الصلابة أنا بتكلم عن المناعة يبقى تصبح سميكة وبالتالي يصعب على الكائنات الممرضة اقترقها يبقى وجود السيرولوس مع مادة الليجنين ده يدي صعوبة عشان الكائنات الممرض ما يقدرش يختارك المكان ده طيب ليه الجلد في الإنسان يعطيه برضو من ضمن الوسائل أو خط الدفاع أول لأن الجلد عبارة عن طبقة قرانية تمنع دخول مسببات المرض وبخلاف كمان أن الجلد يحتوي على الغضض العراقية التي تفرز العرق وده عبارة عن مية في نسبة من الأملاح فبرضو بتكون وسط قاتل لأي نوع من أنواع المايكروبات أو الفيروسات اللي تكون موجودة على الجسم أو على الجلد فبالتالي برضو بتمنع دخول يبقى أنا لازم ألاحظ أن أنا في الحالتين بقول تمنع دخول لأن أنا بتكلم عن خط الدفاع أول يبقى تمنع دخول أي مسببات مرضية إلى الجسم نكمل بقية أسئلتنا وصلنا لسؤال 12 وده سؤال اختر الإجابة الصحيحة السؤال بيقول كل هذه المواد قد توجد في النباتات قبل الإصابة بالكئنات الممرضة معادة يبقى كل دول موجودين معايا قبل الإصابة معادة مين؟ ألف الفينولات أثنين السيفالوس بورين جيم الكنفنين أو لاختار الثالث الكنفنين دال الرابع إنزيمات نزع السمية يترى أنهي إجابة صحيحة كل المواد نقدر نعتبرها أنها كانت موجودة قبل الإصابة لكن إنزيمات نزع السمية تتكون عند تعرض النبات للسمو تمام يبقى طبعا الاختيار أخير سؤالنا رقم 13 بيقول ما الأهمية المناعية للخلايا الصارية؟ ما الأهمية المناعية للخلايا الصارية؟ إيه الخلايا الصارية؟ وإيه أهميتها المناعية؟ الخلايا الصارية خلايا توجد في أنسيجة الجسم الأهمية المناعية بتاعتها إنها عند حدوث جرح قاطعي في الجلب وده هنا بنقول دخلط الدفاع الثاني بتفرز مادة الهيستامين أو مولدات الالتهاب وهذه المادة نوع من أنواع المناعة هتعمل على تمدد الأوعية الدموية مما يؤدي إلى التورم هتعمل على زيادة نفاذية جدر الأوعية الدموية لبعض السوائل مما يؤدي إلى خروج السوائل إلى أنسيجة الجسم مما يؤدي إلى طبعا هيبدأ يحصل التورم الأورنيكة الأحمرار دي التورم وخروج بعض المواد القاتلة والمزيبة للميكروبات والفيروسات وخروج بعض أنواع الخلايا مثل الخلايا البلعمية والخلايا المتعدلة والخلايا وحدة النواة طبعا كل ده بيقدر يهاجم أو تقدر تقتل الميكروبات وده خط الدفاع الثاني يبقى لازم وانا بجاوب مرتب كلامي انا بتكلم عن خط الدفاع الثاني وده بيحصل عند وجود الالتهاب اسم المادة ايه؟ مادة الهستامين وتأثيرها بيحصل ايه؟ وايه المواد اللي بتخرج يبقى دي إجابة سؤالنا رقم 13 ننتقل لسؤال 14 بيقول ماذا يحدث في حالة؟ ارتباط الأجسام المضادة مع السموم ارتباط الأجسام المضادة مع السموم عندما ترتبط الأجسام المضادة مع السموم تكون مركبات تتفاعل مع المتممات في سلسلة من التفاعلات تنتهي بمواد غير سامة تخلصنا منها الخلايا البلعمية الكبيرة سؤالنا رقم 15 بيقول يحدث بعض التغيرات الشكلية في النبات نتيجة إصابته بالميكروب اسكر مثال يوضح ذلك احنا محددين مثال للتغيرات الشكلية احنا خدنا التغيرات الشكلية حكتين قلنا انتفاخ طبقة البشرة وتحت البشرة مما يعوق اختراق الكائن الممرض وقلنا إحاطة الغزل الفطري بغلاف عازل لمنع انتشار الميكروب من الأنسجة المصابة إلى الأنسجة السليمة ونلاحظ أن في الحالتين بنقول منع انتشار الميكروب من الأنسجة المصابة للسليمة لازم في المناعة التركبية في النبات تحديث أنا بمنع دخول ولا بمنع الانتشار هنيجي للسؤال 16 بيقول أجب عن أحد السؤالين ألف أو به ألف بيقول اذكر مكان ووظيفة بقع باير اذكر مكان ووظيفة بقع باير مكان بقع باير مكانها بيوجد أسفل غشاء المخاطئ المبطن للنصف السفلي من الأمعاء الدقيقة ده المكان أما الوظيفة الوظيفة كما ذكرت في الكتاب هنقول في جزء منها متعلق بأن الوظيفة الكاملة غير معروفة حتى الآن لكن اللي همني أنها تحتوى على خلايا منعية تقضي على الميكروبات التي تدخل مع الطعام إلى الأمعاء الدقيقة وده جعلنا نصل إلى نقطة مهمة جدا أيهما أكثر مناعة أيهما أكثر كفاءة منعية النصف العلوي من الأمعاء الدقيقة أم النصف السفلي من الأمعاء الدقيقة ولماذا؟ بالتالي لو قال لي ليه النصف أو حتى علم ليه النصف السفلي أكثر كفاءة منعية من النصف العلوي من الأمعاء الدقيقة يبقى أعلم السبب أن النصف السفلي هو المحتوي على بقع باير يبقى احنا قلنا المكان قلنا الوظيفة وقلنا سؤال بشكل آخر لنفس الفقرة السؤال بيه بيقول اذكر مكان وظيفة الطحال الطحال موجود في الجانب العلوي الأيصر من تجوي في البطن الوظيفة بتاعته هيحتوي على نوعين من الخلايا فيه خلايا بلعمية عشان ترتبط أو تبتلع أي نوع من أنواع المايكروبات وتقدم عنها معلومات للخلايا المختصة وفيه كمان الخلايا البلعمية برضو أو هي مسؤولة أيضا عن أنها تبتلع أي عضيات أو خلايا هارمة أو مسلة وتفصلها إلى عناصرها الأولية زي ما خدنا قبل كده وجلنا في أكتر من سؤال أن لو عندي خليط دم حمراء هارمة ومسلة تفصل عنها عناصر الأولية وهو الحديد علشان يدخل في تركيب كرة دم حمراء جديدة وقلنا ده نوع من أنواع إعادة التدوير بجانب أنها أيضا تحتوي على بعض الخلايا اللينفوية لأن الطحال من الأعضاء التخزين أو المسؤول عن التخزين نشوف بقية أسئلتنا وصلنا لسؤال عليه رسمة وجايب لنا عليها أسئلة سؤال 17 بيقول معنا الرسمة نداء في الرسمة كويس السؤال بيقول ما أهمية الجزء رقم واحد أستاذنا رقم واحد أكيد رقم واحد الناس بتنسى وتكتب وظيفة واحدة له ليه؟ لأن لما ذكر على نقاع العظام في مكانه ذكر وظيفة واحدة وهي تكوين خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء والصفائح الدم الحمراء ويتناسى الطلبة أن هناك وظيفة أخرى لم تذكر في مكانها ولكنها ذكرت في مكان آخر عندما ذكرت أنواع الخلايا اللينفوية فقيل أن نقاع العظام هو المكان الذي تندق فيه الخلايا اللينفوية البائية وأيضاً الخلايا اللينفوية القاتلة الطبيعية يبقى ما ننساش لما أجي أسأل أهمية لقاع العظام لازم أسكن لتنين رغم أنه هما مش موجودين في مكان واحد يبقى أن لقاع العظام تكوين أو إنتاج خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء بكل أنواحها المختلفة بالإضافة لإنتاج الصفائح الدموية أيضاً الوظيفة الأخرى ندق الخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية دي كانت رقم واحد رقم اتنين أكيد كانت بيشير بها للغدة التيموسية ومعروف طبعاً الغدة التيموسية ووظيفتها ندق الخلايا الجزعية إلى خلايا تائية وتميزها إلى أنواحها المختلفة في وجود هرمون التيموسية وصلنا لسؤال 18 وده برضو سؤال رسم عايز يوضح بالرسم كتابة البيانات طبعاً تركيب الجسم المضاد رسمة توضح تركيب الجسم المضاد رسمة الجسم المضاد سهلة جداً بحاول أن أرسم حرف Y في الأول هرسم السلاسل دي اللي هي السلاسل الطويلة وبعدين أعمل لها الشكل المجسم ده دي تعتبر الرسمة اللي هي بحاول أن أنا أصبطها طبعاً السلاسل دي عشان تبقى متصلة بعضها لازم يكون في عندي رابطتين أربطهم ببعض أنا عندي هنا أدي رابطة وأدي رابطة كل واحدة منهم رابطة كابريتدية سينائية وبعدين أبتدي حط السلسلة القصيرة اللي هي الخفيفة موازية لهذا الشكل ونفس الكلام هنا ونفس الطريقة بما أن كل واحدة منهم على اتصال بالتانية يبقى لازم تكون مرتبطين ببعض كل واحدة منهم برابطة كابريتدية سينائية اللي هميني هنا أن أنا أحدد جزء كده وظلله وأسمي ده موقع الارتباط بالأنتجين يبقى النقطتين اللي أنا حددتهم دولت هسميهم موقع الارتباط بالأنتجين ونفس الطريقة بحدد برضو موقعين على السلاسل الطويلة وأسميها موقع ارتباط بمتامن وفكر الطالب بحاجة عشان ما ينساش لازم يحفظ ثلاثة أربعات أهم الثلاثة أربعات أربع سلاسل أربع رابط أربع موقع ارتباط الأربع سلاسل دي سمتها سلسلة قصيرة وفي نفس الوقت التانية دي تعتبر سلسلة طويل طيب عشان الجزء المضاد مكون من جزءين فيه جزء هسميه الجزء الثابت الثابت وجزء هسميه جزء المتغير والجزء اللي أنا هسميه الجزء المتغير أظلله كده عشان أخليه فيه اختلاف شوية بينه بين الجزء السابت يبقى فيه جزء سابت فيه جزء متغير ده هسميه الجزء المتغير لكن ده بسميه جزء سابت الموقع ده اسمه موقع ارتباطه بالمتمن الرابطة دي كفاية واحدة منهم أسميها رابطة كبريتي دية سنائي عندي موقع هنا بسميه موقع الارتباط بالانتجين على فكرة بيشتركوا الاثنين مع بعض السلسلة الطويلة وقصيرة في صنع هذا الموقع مش كل واحد بس اللي بيصنعهم الاثنين فعشان كده شهرت على الاثنين قطع لهم موقع لكن فيه كم موقع في عندي موقعين للارتباط بالانتجين الموقعين هنا ليه موقعين مش موقع واحد علشان يكون الارتباط بالانتجين بتاع الميكروب ارتباط محكم مهم جدا الارتباط المتمم ولو مفيش عندي موقع ارتباط المتمم لا يستطيع المتمم التعامل مع الميكروب إلا في وجود هذا الموقع فعشان كده لو الجسم مضاد فقد اي منهما فقد وظيفة مهمة او اذا فقد موقع الارتباط بالانتجين يبقى عمره ما حيرتبط بالميكروب وبالتالي عمره لا يمكن القضاء عليه لو ما عندهش موقع ارتباط متامن اه هو ممكن يرتبط بالانتجين لكن فقد طريقتين اللي هم مين اللي هم التحلل واللي هو افطال مفعول السوم ما يقدرش يشتغلهم بقى الجسم مضاد يبقى امتى الجسم مضاد ما يشتغلش الارتباط سواء كان افطال مفعول السوم او بالتحلل لو كان الجسم مضاد ما عندهش موقع ارتباط بالمتامن عشان كده مهم جدا ان انا بقى فاهم كل جزء من الاجزاء تمام وصلنا لسؤال رقم 19 في البوقل بتاعنا وبيقول اجيب عن احد السؤالين معايا سؤالين هاختار منهم واحد الف ما النتاج المترتبة على تمزق بشرة النبات لما يحصل تمزق لبشرة النبات في بعض انواع النباتات تستجيب للتمزق ده بتكوين طبقة فلينية هتتكون طبقة فلينية عشان تسد مكان الجرح او مكان القطع ده فتمنع دخول الميكروب من هذا الموقع لكن في بعض انواع النباتات الاخرى استجابتها مختلفة هتستجيب ده بانها تفرز مادة صمغية برضو عشان تسد مكان الجرح او السكب ده فبالتالي تمنع برضو دخول الميكروب رازم تقول الحاجتين البعض يكون طبقة فلينية والبعض الاخر يفرز مادة صمغية ما يزبين بكون طبقة من الفلين ولا هفرز مادة صمغية الاتنين مختلفين عن بعض وكلاهما بيقوم بهم النباتات على حسب كل نوع لو تعرض بشرته للتماثق نشوف سؤال به بيقول لنا ايه ما النتائج المترتبة على غياب المستقبلات من خلايا بعض النباتات غياب المستقبلات من خلايا نباتات غياب المستقبلات وبالتالي لا تدرك النباتات الميكروب يعني ما تدرش تعرف عليه ولا يتم تجهيز الدفاعات الخاصة في النبات للقضاء على هذا الميكروب وبالتالي تكون هناك فرصة كبيرة لإصابة النبات بالميكروب سؤالنا رقم 20 بيقول هنجاوب عن احد السؤالين السؤال الألف بيقول مصطلح علمي نوع من الخلايا المناعية تستطيع ان تتحول الى خلايا بلعمية كبيرة لالتهام الكائنات الغريبة طبعا مين اللي تستطيع تتحول إبلاعمية حفظ لها كلنا ان هي خلايا وحيدة النواء تتحول لبلعمية الالتهام الكائنات الممرض طب به بيقول نوع من الخلايا المناعية تقضي على الخلايا المصابة بالفيروسات بواسطة البيروفورين خلايا المناعية تقضي على الخلايا المصابة بالفيروسات عن طريق إنتاج مادة البيروفورين هو صاقب الأخشية البروتينية طبعا دي هتكون الخلايا التي سي السامة أو القاتلة نشوف سؤال 21 بيقول برضو أجب عن أحد السؤالين سؤال ألف بيقول علل الظروف الغير ملائمة أقل ضررا على حياة النبات من الأعداء الخطرة ليه الظروف الغير ملائمة أقل خطرا من الأعداء الخطرة لأن الأعداء الخطرة تسبب خسائر فادحة بالنسبة للنباتات ولا يستطيع النبات أن تستمر حياته إذا تم الاعتداء عليه بميكروبات أو إصابته بأمراض أما الظروف الغير مناسبة هي أقل ضررا لأنه يمكن مع تغير هذه الظروف يستطيع النبات أن يستعيد نشاطه وحياته وتستمر حياته مرة من جديد سؤال بي بيقول أو سؤال الواحد عشين بيقول أجب عن أحد السؤالين إحنا جاوبنا به هنجاوب ألف قصدي نجاوبنا به هعليل بقى لكل جسم مضاد موقعين متمثلين للارتباط بالأنتجين لكل جسم مضاد موقعين متمثلين للارتباط بالأنتجين لسه أستاذنا قالين حدنا الجزئية دي علشان يصبح الارتباط بينهم ارتباط مؤكد سؤالنا اللي بعده بيقول ما المقصود بالحساسية المفرطة في النبات الحساسية المفرطة ما المقصود بيها حساسية المفرطة يعني قدرة بعض النبات على قتل الأنسجة المصابة نتيجة أو لعدم انتشار الميكروب من النسجة المصابة إلى النسجة السليم يبقى الحساسية المفرطة قدرة بعض النباتات على قتل الأنسجة المصابة دي لعدم انتشار الميكروب سؤال 23 بيقول اختر الإجابة الصحيحة تدخل الأحماض الأمينية غير البروتينية في تركيب مدين اختيارات هيا طرف تركيب السيفالوس بورين ولا الفينولات ولا الجلوجو زيدات ولا كل ما سابق السيفالوس بورين هي من ضمن المواد التي تدخل في تركيبها أحماض أمينية غير بروتينية تمام سؤالنا لبعضه بيقول ما المقصود بيه الاستجابة النوعية للأنتجين الاستجابة النوعية للأنتجين المقصود بيها المقصود بيها أن كل خلية تائية أو كل خلية تائية أثناء نطجها تتكون أو تستطيع أن تكون نوع من أنواع المستقبلات طبعا هتضاضي نوع معين من أنواع الأنتجينات من هنا قلنا هتستجيب لنوع الأنتجين يبقى كل خلية تائية أثناء نطجها هتكون نوع من أنواع المستقبلات على أخشيتها مخصص ليضاضي نوع معين من أنواع الأنتجينات عشان كده بنقول انها عالية التخصص السؤال اللي بعده جاب لنا رسمة سؤال 25 رسمة وبيسأل على الرسم اذكر اسم الخلايا التي يتزاد عددها والخلايا التي يتناقص عددها في خلال الفترة او من خلال الفترة به الاجيم ننصر على الصورة كويس او الرسم كويس يترى الفترة من به لجيم ايه اللي بيزيد و ايه اللي بيقلب بما ان عدد الاجسام المضادة بدأ يتناقص وبالتالي ده معناه ان الانسان بدأ يشفى من الميكروب دوت يبقى اللي حيتزايد الخلايا هي تي اس اللي هي المسبطة او الكباحة واكيد اللي حيتناقص الخلايا الباقية اللي كانت مسؤولة عن انتاج الاجسام المضادة وطبعا اكيد هيتناقص ايضا تي اتش سؤال بي في نفس الرسم بيقول اي منحنة هتظهر عنده اعراض المرض ولماذا اكيد في الاستجابة الاولى اللي هي الاستجابة المنعية الاولية تظهر اعراض المرض السبب لان الاستجابة بتكون بطيئة تستغرق فترة زمنية طويلة قد تبتد من 5 الى 10 ايام وبالتالي يؤدي الى انتشار الميكروب فتظهر اعراض المرض على عكس في الاستجابة المنعية الثانوية وجود خلايا الزاكرة باقية او تاقية تعرف على الميكروب تنقسم بسرعة وتخضي على الميكروب قبل ان ينتشر فلا تظهر اعراض المرض سؤال 26 سؤال مقارنة بيقول قارن بين المخاط والسيميلاغ من حيث عد والافراز والاهمية المخاط دي مادة بتفرص من الممرات التنفسية علشان تلتسك بالاتربة والفيروسات والميكروبات وتمنع دخولها وده طبعا اهميتها وتمنع دخولها من خلال الجهاز التنفسي بينما السيميلاغ دي مادة شمعية بتكونها الأذن بردو دي نفس الهدف عشان تلتسك باي نوع من أنواع الفيروسات او الميكروبات وتمنع دخولها الى الجسم وكل هما من خط الدفاع الاول سؤال الوراس 24 بيقول اذكر مكان ووظيفة الكيوتين مكان ووظيفة الكيوتين لو السؤال جي في امتحان سنوية عامة مش في المناعة بس يعني اكيد الاجابة تكون مختلفة فلما اجا اقول مكان الكيوتين مكانه يغطي سطح خلايا بشرة اللبات تمام ده المكان لكن لو اتكلم على الوظيفة حكت بوظيفتين وليست وظيفة واحدة الوظيفة الاولى هاخدها من فصل الدعامة واقول وجود الكيوتين يمنع تبخر الماء مما يحافظ على دعامة الخلايا نمرأ اتنين اخدها في المناعة هقول وجود طبقة الكيوتين تمنع تجمع الماء على خلايا البشرة فلا يعطي فرصة لتكاثر وانقسام وانتشار الجراثيم والليكتيريا البكتيريا طبعا سؤال 28 بيقول اجيب عن احد السؤالين الف او بي سؤال الف بيقول فصر تستطيع بعض النباتات ان تتخلص من سموم الكائنات الممرضة ده طبعا انها بتفرز مادة بتسمى او مواد بروتينية مضادة ومن امثلتها انزيمات نزع السمية عشان ترتبط بالمواد السمية وتحولها الى مواد اقل سمية السؤال بيه بيقول فصر تدخل الانسان يساعد في حماية النباتات من الاصابة بالامراض تدخل الانسان بيساعد النبات في الاصابة او حمايته من الاصابة حقول كل الوسائل اللي استخدمها الانسان في حماية النبات يعني مثلا حقول نمرة واحد استخدام مبادات القضاء على الحشائش الضر كتطريقة من طرق استخدامها ادي واحد اتنين ممكن اقول انه هو استحدث طرق مختلفة للقضاء على الحشرات الضرة او طرق مختلفة للقضاء على الحشرات الضرة بالنبات نمرة التلاتة هقوله التربية النباتية أنه حصل من خلال التربية النباتية على سلالات أكثر مقاومة للأمراض ما ننساش كمان أنه أجرى الهندسة الوراثية بالإضافة له أكسب بعض النباتات مقاومة للأمراض فيما تعرف باسم المناعة المكتسبة خمس حاجات أو خمس أسليب قام بها الإنسان لمساعدة النبات على مقاومة إنكروبات سؤال 29 بيقول مصطلح علمي مجموعة من الوسائل الدفاعية التي تحمي الجسم وتتميز باستجابة سريعة وفعالة وهي وسائل غير متخصصة ضد نوع معين من أنواع الميكروبات طبعا دي المناعة الفطرية ولو قلنا مناعة الطبعية يبقى دي المناعة الفطرية أو المناعة الطبعية الغير تخصصية سؤال 30 بيقول وضح دور السموم اللمفاوية في القضاء على الخلايا السرطانية دور السموم اللمفاوية في القضاء على الخلايا السرطانية السموم اللمفاوية هي تفرز من الخلايا التائية السمة القاتلة وتدخل إلى نواة الخلية المصابة وتنشط نوعا معين من الجينات في هذه النواة تعمل على تدمير النواة وبالتالي تدمير الخلية المصابة سؤال 31 بيقول سؤال اختر اختر الإجابة الصحيحة الهرمون المناعي في الجسم هو يترى السيروكسين ولا التيموسين ولا البرولكتين ولا طبعا عشان ما نضيعش وقتنا التيموسين عايزين نلحق نخلص البقرة يبقى ده هرمون التيموسين هو الهرمون المناعي الوحيد سؤال 32 بيقول علل لا يصاب الإنسان بالحصبة إلا مرة واحدة لا يصاب الإنسان إلا مرة واحدة بالحصبة مثل كل أو مثل كثير من الميكروبات الحصبة ميكروب يدخل في الجسم في المرة الأولى بينتج عن ذلك تكوين خلايا باقية وخلايا تائية ذاكرة يبقى الإجابة هنقول وذلك لوجود في الجسم خلايا باقية وخلايا تائية ذاكرة فإذا دخل الميكروب للمرة الثانية وليكن ميكروب الحصبة هنا تتعرف عليها هذه الخلايا وتنتج له الاستجابة المناعية المناسبة للقضاء على هذا الميكروب في فترة زمنية قصيرة قبل أن ينتشر في الجسم فلا تظهر له أعراض سؤال 33 بيقول إذا كان عدد الخلايا الدم البيضاء في قطر الدم الإنسان حوالي 8000 فكان تكون خلايا أو عدد خلايا تائية في نفس القطرة طبعا إحنا منتفقين أن إحنا مش عايزين نركز أو على الجزئية دي أو مش هيجينا أرقام بس مع الفرض أن في كتير بيطلب السؤال ده تحديدا أجيبها إزاي أنا عندي كرات الدم البيضاء أقول لها 8000 هو عايز التائية التائية دي نوع من أنواع الخلايا اللي يمثوي اللي يمثويه يبقى 25% طب إيه هو 25% من 8000 يعني الرابع 8000 طبعا ألفين طب الألفين دول الخلايا اللي يمثويه طب اللي يمثويه بقى قد إيه منهم بتكون خلايا تائية طبعا بنسبة 80% يعني لو عملنا حساب بسيط كده جبنا الألفين واخدنا منهم 80% هنلاقى تلمعات قريبيا كده الرقم 1600 خلية تائية تقريبا يبقى معنا أستاذنا بيحلهلنا هو يبقى أنا هجيب التمنمية خدت منهم الرابع طبعا معايا الألفين ده نسبة الرابع ده ربط الألفين في 80 عالمية هيطلع 1600 خلية تائية إحنا بس بنعمل المثال دوت مش بنسبت إن السؤال ده من ضمن أسئلة المطروحة في الامتحان قد ما أنا بقول إن اللي بيشاهد الحلقات طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أحيانا في امتحانات السانوية الأزهرية بتتعرض لنوعية هذه الأسئلة فشكده حطناها عشان تبقى فرصة لكل الطلاب من هما يشوفوها رغم إن أنا قلت قبل كده أن الأحياء ليست رياضة تمام سؤال رقم 34 بيقول أجيب عن أحد السؤالين هاختار ألف أو بيه سؤال ألف بيقول قارن بين الضور المناعي لكل من خالات دم البضاء القاعدية والخلايا القاتلة الطبيعية والاختار الثاني الترسيب والتحلل طب نشوف الأولين هقاربين خالات دم البيضاء القاعدية والخلايا القاتلة الطبيعية دورهم المناعي خالات دم البيضاء القاعدية دورها المناعي إحنا تكلمنا عنها أو ممكن أقول عنها دورين أولا هي كان لها دور في الاستجابة بالالتهاب بتشارك الصارية في إنتاج مولدات الالتهاب كمان الخلايا القاعدية بشكل عام بتقدر أنها تواجه أي نوع من أنواع البكتيريا هي لها دور في البكتيريا وفي الالتهاب زي ما اتفقنا لانها تقدر انها تعمل عملية بل عمى للجسم الغريب ده وعن طريق انزيمات اللايسوسومات لانها طبعا محببة تقدر تقضي عليه بينما الخلايا القاتلة الطبيعية الاني كي دي كانت عبارة عن خلايا مسؤولة عن هكلم عن دورها المناعي فقط مسؤولة عن انها تنتج بعض انواع البروتينات والانزيمات اللي بتقدر تواجه الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا السرطانية يبقى ده دور الخلايا القاتلة الطبيعية المقارنة الثانية كانت بين الترسيب والتحلل الترسيب والتحلل دور طرق من طرق عمل اجسام المضادة لو كلمت على الترسيب هقول تتفاعل او تتحد الاجسام المضادة مع الانتجين الزائب وتحوله الى راسب وبالتالي يصبح في متناول الخلايا البلعامية الكبيرة لتخلص الجسم ده الترسيب لكن التحلل ده عمل مشترك ما بين الاجسام المضادة والمتممات فعندما ترتبط الاجسام المضادة بانتجين الميكروب او الانتجنات الموجودة في سوائل الجسم في هذه الحالة تقوم المتممات بتحليل هذا الجسم الغريب او الميكروب او الانتجين ويصبح بعد ذلك في متناول الخلايا البلعامية الكبيرة فتخلص الجسم منه سؤال 35 بيقول اسكر مكان وظيفة بروتين التوافق النسيجي التوافق النسيجي ده موجود فيه خليطين موجود عندي في الخلايا الباقية وموجود كمان في الخلايا البلعامية الكبيرة يبقى ده المكان طب الوظيفة بروتين التوافق النسيجي بترتبط بي او بيحصل ربط بينه بين الانتجينات الميكروبات بعد فصلها عن الاجسام الغريبة ليتم عرضها على السطح ولو كنت في البلعامية بقى تتعرف عليها الخلايا التي اتش ولو كنا فيه الباقية برضو علشان من خلالها يبدأ برضو الخلايا التي اتش بعد تنشطها تتعرف على هذه الخلية الباقية التي تحمل على سطحها انتجين الميكروب نشوف سؤال رقم 36 رسمة وبرضو بيسأل عليها اكتب البيانات لتشير الليها الارقام واحد وثلاثة واحد واحد هي انتجين واثنين اعتقد ليسوسوم او نواع انا مش شاهد قويس على الشاشة اثنين ليسوسوم وثلاثة المستقبلات ما اهمية الجزء رقم اثنين اللي هو الليسوسوم الليسوسوم بيحتوى على انزيمات تعمل على تحلل الميكروب وتفكك الانتجين الى جزيئات مما يساعد على ارتباط هذه الانتجنات مع بروتين التوافق النسيجي الـ MHC وعرضها على سطح هذه الخلايا تمام السؤال 37 بيقول اختر الاجابة الصحيحة الخلايا الامفوية التي تهاجم الخلايا السرطانية والاعضاء المزروعة هل هي الخلايا التائية المساعدة H ولا التائية السامة TC ولا المسبطة TS ولا جميع ما سابق طبعا خلايا سرطانية واعضاء مزروعة يبقى انا بتكلم عن الخلايا التائية السامة TC وصلنا لسؤال 38 بيقول اختر احد السؤالين ألف او به ثم قارن ها قارن بين البلعمية الكبيرة السابتة والجوالة من حيث الاستجابة المناعية طبعا ما حددلي من حيث الاستجابة المناعية يبقى انا هركز بس على الاستجابة المناعية اولا بالنسبة للسبتة لها وظيفة واحدة وهي التهام الميكروبيات والأجسام الغريبة وتفككها بواسطة الانزيمات الموجودة في اللايسوسومات والقضاء عليه لكن لو باتكلم على الجوالة هضيف على نفس الفكرة دي طبعا كنت انت رحضيك اشارتي ان البلعمية كمان بتقوم بتخلص الجسم من الخلايا الدم الحمراء المسنة لما اجا اقول بقى الجوالة هقول نفس الوظيفة لكن هضيف عليها ان هي بتجمع المعلومات الخاصة بالميكروب عن طريق الانتجين بتاعه وتنقلها الى الخلايا المناعية المتخصصة بالاضافة ان هي بتشارك في الاستجابة المناعية لكل من الخلايا المناعية الباقية والتأمي تمام وبكده نكون وصلنا طبعا الوقت معاكم دام بيجري بسرعة كان نفسنا نقضي معاكم وقت اطول بين كده بس برضو احدى جمعنا اسئلة كويسة ودمعنا تقريبا كده كل المحتويات او كل اجزاء المناعة يارب نكون استمتعنا بالحلقة بتاعتنا ونشوفكم على خير بس قبل ما نختم الحلقة طبعا لازم نشكر استاذنا الكبير استاذ حسن محرم على معلوماته الغزيرة الدهنة النهاردة ألف شكرا لك استاذ حسن العبا وننتقي لكم مع بعض ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته